اهلا بحضراتكم من جديد ويعني مبسوط جدا من حرك النهار ده حبيبي بنوارنا ومنرحب بمدربه مدربه الحقيقة اللي بيولسكه في كل مكان واللي الحقيقة لو قلت ان هو بيخاف على مصطفى وبيتمنى له الخير اكتر من نفسه وما بقاش ببالك معناك كابتن محمود عبدالقادر المرحب بي اهلا بك يا كابتن محمود اهلا بك كابتن حيسن انا مبسوط جدا ان انا في قناة النادي الاهلي بيتنا كلنا الحمد لله ان احنا عملنا كل الانجازات اللي فاتت في السنة دي ويا رب ان شاء الله السنة الجاية نعمل حاجة احسن من كده بكتير خلي بالك انت كنت لعيب جامد جدا برضو حاجة سوفر يعني وكان متوقع لك ان انت تبقى حاجة جامدة فكونك تبقى واقف في ظهر مصطفى اكيد دعم كبير جدا ليه انا بعتبر مصطفى اخوي الصغير مش اقول ابني مكبرش نفسي اخوي بجد انا بحبه زي ولادي الصغيرين بس انا احاول اوصل لحد اقصى حاجة اقدر اعملها ويرب اقدر اعمل اللي يتمنى هو ونوصل اعلى اعلى حاجة اللي هو ترتيب رقم واحد وانا وعدت بكده ان شاء الله هنحاول نعمل كده ان شاء الله وانت يعني وعدت فوافيت ويمكن اجيلك يا مصطفى ما شاء الله اللي معنا في السيديو خلينا اعرف لكم بس الكؤوس ده بطولة العظماء التمانية السنة اللي فاتت وفاز بها مصطفى الحقيقة وكان اصغر لاعب في التاريخ يفوز بهذه البطولة ولم يسكتش عندي كده بسم الله ربنا يحفظه يا رب ويحميه من كل شر فاز بها السنة دي كمان واللاعب الاول في التاريخ اللي يفوز بطولتين العظماء التمانية يفوز بهم في سنتين متتلاتين يمكن فيه لعيبة اخدتها في حياتها مرتين ولكن مش متتلاتين ودي بطولة الجونة الحقيقة اللي كانت يعني تعتبر بطولة عالم مصغرة وقدر من يفوز فيها وكل البطولات دي الحقيقة ساعدت ان يوصل لتالت العالم يمكن مصطفى انت كنت هنا من حوالي كذا شهر وقلت انا مش حاطت في الماء خلص تبتيب العالمي انا اهم حاجة عندي اللي احنا شايفينه ده ان انا مستوية وقدر حصت بطولات والرانكينج بعد كده هيجي كلام ده بتحقق الارض الواقع مصطفى الحمد لله في عيسم والله يعني مجهود كبير جدا يعني مبايا ومامتي وكابت محمود برضو معايا على طول وتيم كبير جدا وجماهير النادي اهل الصراحة سبورت من اول يوم يعني دعم غير طبيعي في البطولات الحمد لله والله يعني السيزن ده عرفنا نطلع منه بحق ويس قوي بس ده يعني ان شاء الله خطوة نراكز في اللجاي يعني ان شاء الله نبتع تعلام حلو قوي الحمد لله بس ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله اقدر ان اختم سيزن اللي جاي ان شاء الله ان مراهد العالم احنا يعني ان شاء الله عندنا ثقة في الجهاز كله وان شاء الله خير طيب قول يا مصطفى يمكن يعني السنة دي كانت سنة صعبة عليك انا كنت يعني حاضر معاك كل حاجة من المطب اللي حصل والوسوق التفاهم اللي حصل مع المنظمة البي اس ايه وبعد كده قدرت ان انت تتريكاور في واحد في سنك في السن ده مع المطب ده والأزمة دي ما كان ممكن يتأخروا كتير ولكن انت عديت على المطب ده وكملت ودست أصعب مرحلة كانت السنة دي كانت أني مرحلة يا مصطفى موضوع كده صعب جدا فكرة أنا ملعبش شهرين دي وعني سوق تفاهم عن الاتحاد الدولي وحاجات حصلت كتير قوي في السيزن ده يعني الحمد لله لوحدنا ميجي بص كلنا ميجي مبص اللي هو في الآخر نوعه اتحقق ده اللي حصل ده تعويض كبير جدا عند ربنا يمكن ممكن يعني يكون فيه زغل بشوية حصل في الفترة اللي هي الشهرين دول اللي حصلت أو حاجة بس ربنا بيعود في الآخر يعني سبحان الله آخر بطلتين في السيزن يعني يمكن بطلت على ما توفقتش فيها خسرت المساعدة معالي فرج في السمي فاينال 3-2-11-9 بس زعلنا جدا على الماتش ده يعني زعلنا جامد قوي ساعتها وكلنا قلنا إن شاء الله يعني عملنا ترجد كده إن شاء الله البطلتين اللي جايين دول إن شاء الله تحققهم والحمد لله بطلتين يعني لو لو أبص يعني أرجع بالزمن وراء شوية اللي هو بطلت العالم لأ عمري ما ما بص إن أنا هكسب بطلتين دول فالحمد لله الحمد لله ربنا عوادك وأكيد ده كرم ربنا ويمكن نفس الكلام لكابتن محمود أنت يعني أكيد أي يعني لاعب بيبقى عنده صعبات يعني بيبقى فيه السيزن كله بيبقى مش ماشي كير في واحد بيبقى up and down بيمكن مصطفى يعني بالسنة دي كان فيه أمور صعبة منها الإصابة تعرض فيها في أمريكا رجع من الإصابة سوق التفاهم اللي حصل ده يعني شايف السنة دي كانت سنة صعبة على مصطفى ولا شايف إنه لسه الصعب مجاش بصة السنة دي كانت صعبة جدا يعني اللي حصله في الإصابة في أمريكا وبعدين كان عنده بطولة بعد بالإصابة على طول بعدها بأسبوع ما كناش عارفين إحنا نلعب ولا لأ وكان له واحده هناك وكان له واحده ومش عارفين إحنا أنا بكلمه وبعطله بقول له أنت إيه الأخبار لأ مش قادر مش قادر أجرب مش قادر أمسك المضرب طيب خلاص إرجع عشان نشوف إحنا نعمل إيه وبعدين فيه دكتور هناك ساعده وشافها وابتدى يعمله حاجات كده عشان خاطر يقدر يلعب في البطولة اللي بعديها والحمد لله برضو وعمل يعني كسب ببطولة كان حاجة صعبة جدا فالوقف اللي حصل عطلنا شوية بس الحمد لله إحنا رجعنا ورجعنا أقوى من الأول ومخسرناش غالي يمكن في الشهرين درون ببطولة واحدة ما اشتركناش فيها لا تكرر بالزبط صح بطولة واحدة لا كانت فيه بطولتين بطولتين إحنا ما لعبناهمش كان بطولة في أمريكا وبطولة تانية في إنجلترا مع كل ده ونوصل تارة عالم الحقيقة ومجيئين من الستاشر بدأينا في المركز الستاشر بأكد وصلت تارة الحقيقة ده إنجاز كبير جدا الحمد لله الحمد لله وبعدين الإصابة لما رجع ما كانتش تعالجت بشكل كويس فبترينا خليني لأ ده أنا عايز أتكلم بتفصيل أكتر عن الإصابة بس خليني أطلع لفاصل أستاذ الحدايا كابتن محمود أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل للأذان وارجع بعد كده الفاصل عشان نتكلم ونتكلم عن أهم المباريات اللي كانت السنة دي مع مصطفى عسل ولكن بعد فاصل أهلا بحضراتكم من جديد ويمكن في إنجاز كبير الحقيقة وعاجل ولكن ليس من مدينة وهران الجزائرية ولكن من أمريكا سارة سمير ربعتنا في رفع الأثقال واللي بعدت كتير هي وربعنا بسبب الإقاف تعود بقوة وتفوز بزهبية خطف بطولة أمريكانة واللي بتقام على الأراضي الأمريكية ألف من يوم مبروك يا سارة وإنجاز جديد ولكن يأتي من بلد العم سام وليست مدينة وهران الجزائرية ألف من يوم مبروك يا سارة وكل ده يعني خطة جيدة وخطة قوية نحو باريس عشرين واربعة وعشرين لتحقيق الحلم الكبير وهو أكبر عدد مدليات وأننا نقفز قفزة كبيرة تستحقها مصر في الأولمبيات الدولية ألف من يوم مبروك يا سارة إن شاء الله مديد من التوفيق أرجع لك كابتن محمود يمكن كنا بنتكلم عن مصطفى ويمكن في الفاصل تكلمنا أنه مصطفى من اللعيبة اللي لو استفزته بطلع أحسن اللي عنده كلم ده صح؟ آه صح ده حصلت كتير وأنا لما بيحصل كده في الملعب ببقى عارف أنه هيرجع للماتشو ويكسب عادي يعني أنا بستنى أصلا الموضوع ده من الحكم أو بستنى من اللعيب يعني أنا ببقى قاعد نستني حد يا جماعة طب حد يستفزه آه فاهم يعني بستنى الحكم يقوله حاجة يشده أو اللعيب التاني أو اللعيب التاني يتكلم معاه أو يتكلم عليه أو بتاع فبتلاقي مصطفى بيخش بقى لا أنا مش هسيبك النهار أنا كده 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 هكسب هو كده كده بيخش عشان يكسب بس هو أنت لما بتخط يعني بتعصوه مش عصبية الدمهية أنت قصدك أنه يعني يعني يستفز فيه غيرته مش عايز أقصر وخلي بالك برضو يعني في ناس كده يعني ما لهاش علاقة بالسكواش بتهاجم من الوقت الثاني على السوشيال ميديا وأنا شايف أن ده أمانة يعني حاجة كويسة جدا بالعكس يعني يعني يا ريتي هاجمه مصطفى كمان وكمان عشان مصطفى يتقال لك أكتر أكتر هو احنا بنسمع لهو مش أكتر يعني يعني إحنا بنشوف الكلام اللي بتقال بس ما بيأثرش فينا يعنيèn الكلام ده ما بيأثرش فينا إحنا مركزين في هدفنا إحنا عايزين نوصل إلى الحتي معينة فالكلام ده ما يؤثرش خالص يعني بنعد نضحك ساعات بنعد نضحك على الكلام اللي بتقال ده ومن ناس أصلا ممكن ما مساكيتش مضرب أو ما لابستش تي شيرت وشورت صحيح صحيح فأحنا كلام دا ما بيهزناش كلام دا ولا بيأثر فينا الرد بيكون في الملعب والأداء في الملعب والتركيز بس هو الفكرة أنه لما يبقى مصطفى يعني يلاعب صغير في السن و21 سنة وتحمل الدجود دي هادي الميزة بس خلينا الأولى كابتن يعني احنا قلنا خبر صار يعني سمير منذ لحظات بالفوزها بذهب ذهبية الخطف ولكن الجميل أنها أخدت ثلاث مديليات وهو الخطف والنطر ومجموع أخدت ذهب في أمريكان البطولة رفع الأسقال اللي بتقام على الأراضي الأمريكية وهي أحد البطولات الكبرى الحقيقة اللي بيشارك فيها كل أبطال العالم صار تاني بنقول وجي خبر عاجل وتصحيح كمان وإضافة مش تصحيح إضافة كمان للي قلنا قبل كده خطف ونطر ومجموع تفوز حالا لسه الخبر حالا صار سمير فازد بالتلاث مديليات دهب ألف من مبروك وسط عالقة العالم للأرض الأمريكية الآن صار إن شاء الله أحد المرشحات وبقوة لمديليا في باريس واللي كانت مرشحة كمان في مديليا في توكيو 2020 ولكن أبعدتها الإقاف عن المشاركة مش هي كل منتخبات مصر نتيجة الدوبيكنشيك أو المنشطات اللي كان حصل قبل كده وهو موضوع الحقيقة كان في قصة كبيرة محتاج نعمله حلقة يعني يمكن اللعيبة دي تظلمت الكلام ده كان يعني ظلم كبير ولكن أن انت تعود يعني بقوة كده ألف مليون مبروك يا سارة إن شاء الله نرجع لحوارنا يمكن يا كابتن يعني سن الزغير 21 سنة أو 20 سنة أو من 19 سنة كمان ومصطفى من 17 بتعرض لهذه الضغوط ويمكن يعني بتبقى حلوة لما في السن ده يقدر يسابورت ويواجه الضغط العصبي في المبريات ضغط عصبي في من الحكام يعني بيبقى حلو في السن ده هو مصطفى سنه المنتالتي بتاعته مش 21 يعني هو المنتالتي أكبر من كده بكتير يقدر يستحمل أي ضغوط بيعرف يخرج من أي ضغوط عليه وإحنا بنحاول إن هيقلوا المناخ اللي يقدر يشتغل فيه وبنقل نتكلم معاه كتير يعني أنا أو يعني انت مش دور فني بس دور كمان نفسي كمان لأسرته كمان طبعا نتكلم كلنا ما 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 فيش حد بي ما جدا أحلى حاجة في في المنظومة وفي كل حاجة احنا أسرى ويحن يعني ما احنا كل واحد بيتكلم احنا منشوف في لوجهات النظر والأحسن يتعامل بالزبط يعني كله من نجتمع كده ونشوف اللي هيحصل كذا كذا ده اللي تعودنا عليه وتربين عليه في النادي الأهلي اللي هو كل واحد عنده حاجة إضافة قولي قولي الخلية اللي انت دايما عارف الواحد لما بيحس بأي حاجة بيجري على خلية كده يقعد معاها ويتكلم خليتك مين؟ اقول له الله يعني كل التيم بتاعه مين قولي يعني بابا ماما كابتن محمود بابا ماما كابتن محمود مروان أخوك أكيد لي رأي طبعا ايه كابتن احمد حوعين آه ياني كل الناس دي بتساعدني بشكل ر Travis demch Dirk Grain من إيلاندا اتبا مضعش أ ciento من شخص القديم plataforma كيف أقول كل حاجة من انجلترا فالموضوع هو جهاز كبير فكرتش يا مصطفى تطلع يعني تعيش في بلد تانية بلد احنا طبعا مصر نظرنا احسن بلد في العالم ولكن نتكلم بلدي يبقى فيها فاسلتي فيها حاجة فكرتش الفكر ده فمرة بأمانة لا بأمانة صراحة عمري يعني عمري ما هلاقي المناخ اللي موجود هنا والحب اللي هنا اللي هو من مصر ومن نادي يعني ما عندي كل حاجة في النادي يعني أنا عندي كل حاجة في النادي أنا مش هلقول لأ حرارك يعني اسأل كابتن محمود أنا يعني أنا لما بيروحش النادي بفتحها غريبة أنا لازم حتى اسأل بابا يا واجه موجود يعني لو حتى عندي طيارة لازم عدي على النادي بقى يروح الطيارة الله على الانتماء فلا دي الانتماء انت حابب لا احب كده لا احب كده حتى لو روحت اصبعين الجنة وبقى كده حاس لأ في حاجة غريبة في حياتي يعني أنا حتى لازم يروح النادي كده اللي هو يعني بتفائل على طريح النادي وكمان انت كان عندك ماتش مهم وكان نهائي الرجاء اللي هو رجاء والاهل والهال الولداد في النهائي أفريقيا وانت خرجت من الملعب في النص بتسأل ماتش ايه لا انا محبش الاهل يلعب في موقع انت ماتشاتي خلص خلص انا حتى انا كنت في الجنة ماتشاتي كلها كانت ساعة سبعة ونص فانا عارف بقى ان ماتش الاهل الساعة تسعة خلص كذا انا خلص الماتش ده اخذ ساعة ونص ياخد الياخر عشان انا حتفرق بالزبط ايه ايه احجا استفزته ايه بالزبط لا اول استفزاز كتير فبس اللي هو انا اتفاجئت بعدية بيومين ان انا اتغيرت بيت ساعة تسعة فلت طب ازاي ده اعمال بقى ساعة تسعة اه بالزبط وشفنا كمان لك صورة اه مصطفى بعد ما خدت البجونة وخدت الأعظماء التمانية وحضنت الكسين ونمت بالعالم النجل آلي بطلقة حلوة بصراحة يعني يعني اكيد انت حابب وخليني اقول لك ان انت دخلت حتة ان السكواش شجعه جمهور الدركة الثالثة خلي بالك دي ده جديد ده الحلو هم في ظهري عرضوا هم يعني الجمهير دي يعني مش هادر اقول لحراكة السابورت والدعم اللي حصل على السنين اللي فات دي كلها وكمان الجونة تقول لهم ايه يا مصطفى تقول لجمهور ايه اللي صندك الفتر الفاتي بشكل كبير ودفع عنك مش هادر اقول لك لما كان بيحصل حملات او كده انا معرفش عنها حاجة صراحة بس اللي هو يعني برضو اكيد الناس بتسمع فانا بسمع بس طمع ما بشوفش يعني انا كنت ببقى افتح ايدي خلال السوشيال ميديا بلاقي ان هم بدافعوني وانا معرفش عن ايه عشان انا عارف ان في حاجة بس انا مش عايز ابص عشان ما اتقصرش بأي حاجة فبص ايه 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 كمية ايه ايه ازاي ازاي بقول لهم يا مش طفل لا يعني انا بهديلهم الصراحة لكل الجوايس دي ان انا حققتها انا من ساعتها ما دخلت النادي الاهلي الحمد لله بعد فضل ربنا يعني طايتلس كلها جات كل حاجة حققتلي يعني بطولة عالم في الشباب بطولة دي انا عمري ما كنت احلم فيهم الايام ان انا راكة الكسات اللي موجودة دي انا كنت بتفرج عليها اللي هو بتفرج على الناس انا بشجحهم واللي هو لو لو دخلت واحد معي مع صحابي بحس بالفخر ان انا قاعد بتفرج فحمد لله بهديرهم طبعا عن الجائزة دي دايما في ظهري دايما مسنديني واشكر مجلس الادارة يعني انا اول ما رجعت على طول رجعت على التكريم كنت يعني كنت محمود الخطيب يعني مشكوره جدا عن الدعم الكبير ده واشنانس خالد مرتاجي وكل ده ده مجلس الادارة والله يعني انا مما دخلت اتكرمت كان يمكن اتكرر نفس الموقف تاني اللي هو كان ساعتها في طول تعلم الشباب يعني انا دخلت وكابتن محمود الخطيب قال لي احنا ان شاء الله عايزين الاحسن احنا ان شاء الله تبقى نمر واحد على العالم وكابتن خالد العود طبعا يعني كل الساقورت والدعم بيكلمي في طرفات بيقول لي الكوتشنج ايه يعني بتاع الماتش ونركز المصطفى عايزين نعمل واحد اثنين ثلاثة فلا يعني قال لي كبان مواقف كابتن محمود الخطيب ان انا يعني قال لي انت مسافة ان تخرج من الباب ده خلاص انت كده بطولة ناسية صح احنا عايزين ان نذهب حتى فريق الكرة بيقوله كده كابتن محمود الخطيب هو دايما عاشق للكيان وعاشق للانجازات والبطولات هو ما بيش بعش كابتن محمود الخطيب هو ده قيبة كابتن محمود الخطيب ان هو كأسطورة كبيرة يعشق النجاح ويعشق الانجازات كابتن لعب في نادي اهلي شرف يعني حاجة انا عرفت انت حتى بتصرر ان انت في البطولات الفردية بتلعب اسمك مش اللوجو النادي القليب على اكتشارت اه طبعا اه طبعا حاجة يعني ده اسم غالي اوي اسم كبير اوي وما كان عندي مش طبعي يعني احنا كلنا كأهلوية في البيت وحنا كأهلوية من حبك انا شطفة حيالك حجبت واحدة ستنسل منك الواحدة كلها لعبة مصطفة الحاجة طب قل لي يا كابتن يعني يمكن مباراة السنة كان فيه مباراة صعبة كتير شايف اصعب مباراة كانت يعني صعبة مش لازم تبقى فنيا صعبة ولكن الظروف اللي حوليها كانت صعبة مثلا ايه اصعب مباراة السنة فيه كزا ماتش ماتش علي فرج في بطولة العالم ماتش دياجو في دياس وبذلك دياجو الياس لان دياجو لازق في مصطفة في الرنك فلازم نكسب يعني ما فيهاش عشان خاطر نبعد شوية عنه عشان احنا نبقى دايما سابقين اه تفعيل دي كان مباراة صعبة بالذات دياجو الياس يعني هو الوحيد وترتيبه كم دياجو الياس رابعة رابعة لا انا عايز اقول لها حركة يعني قسم مشكلة اللي حصل برضو يعني اننا ما لعبتش في مدة شهرين كان فيه ثلاث بطولات بطولات في انجلترا وبطولة في امريكيا بطولة كبيرة بطولة خلاص بقيت اخش مع يعني يعني انا فيه ماتش انا فاكر لو كنت خسرته من دياجو كان ساعتها بعد اللي هو الكناري وورف على طول بعد دا مما رجعت على طول اللي خسرت فيها في الفاينال دي اه الماتش دا كنت خسرته كنت هنرجع نماري تمانية يعني كنت هنرجع من فين من اربعة تمانية ضغط جانب نفسه لا ضغط وكل شوية ما عندكش اوبشن تخسر خلاص انا فاتت مني ثلاث بطولات اللي جاي لازم كلك سب بذبت انا الوحيد اقل لي واحد لعب في البطولات دي انا عندي عشر بطولات بس يعني مفيش حاجة فيش حاجة تاني كله لعب اربعة عشر عشر كنت لعبت بطولتين من الثلاثة دول كان زمانك اول عالم دول يعني اه يعني حمده للا حمده للا يعني لم كنتش برده تخيل يحصل يعني يحصل كده حمده للا اخر بطولتين دول يعني بالذات كمان ان انا فعلا دايقت او بعد بتو تعلم بتو تعلم اثرت في اجابت حتى اختفيت وكنت يعني كنتش ظاهر انت كنت متدايق اول كنت متدايق اول لا كنت باين علاق اول اللي هو خلاص حتى انا في يوم كده اللي هو بوصت في دايت انا كنت متأكد انا زعلاء يعني الحمده للا هي قدتني دافعة للبطولتين دول وطبعا يعني يعني حمده للا ومبسوط جدا انا فكر يوم اخسر من علي انا كنت مستنين بتاحت لقيتهم بيعيط وبتاع قلت له الدنيا ما خلصتش احنا لسه قدامنا لسه كتير لا قلت له احنا يعني كان نفضل ترات تيام اواربع تيام على طول تجونا فقلت له احنا لسه عن فايت تاني كمان تلات ايام هنكسب اللي جاية ما تزعلش يعني خلاص طولها خلصت وماتش خلص احنا خسرنا الظلم كمان في اخر كرة دي الحكم كانش عايز يعدها وكرة دبل ايا كان خلاص مش مهم المهم قلت له البطولة اللي جاية هنكسبها وها ما تقلقش وهم نفس اللعبة اللي ها بتولة العالم هي لعبة الجنة نفس الدرو نفس الرحة نفس كل حاجة يعني الجنة هي بتولة العالم ثاني ما شجد أنا قلت ان بتولة العالم بتولة العالم بالضبط خلينا اقول ان مصطفى في ناشئين بتفرجوا علينا مصطفى يمكن اول بطولة خدا في حالة ٥ سنة يعني مصطفى حصل بطولات متأخر ١٤ ١١ ١١ سنة فده بردو في حد ذاته صحة مصطفى كمان بروه فده في حد ذاته يعني مصطفى بيدي مثال لكل اللاعبين ما تقلقش لو اتأخرت بطولة سنة واثنين وثلاثة واربعة الكلام ده صحيح يعني الكلام ده انت شايفك بردو راجل فنيا في السكواش ومدر العام شايف الموضوع ده في ناس بتبقى تحت 11 أبطال وفجأة ما تلاقوهمش أصلا يعني يعني هو تحت 11 رقم 2 على مصر وما تلاقوهش تحت 19 كمان وما تلاقوهش وتحت 19 تلاقي واحد ده من طب ومصطفى يعني يعني لا أصدق ان تأخروا البطولات ده مش انديكيشن يعني يعني عادي 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 اعمل عليك واكتهد واتمرن كويس وربنا عامر شبانة عامر شبانة برضو بالزبط في جونير ما كانش قوي يعني اصدق اقول ان هو مهما كان يا كابتن ان انت ما تخلاش عن حلمك يعني عايز تبقى بطل اشتغله يعني عشان نوصل البطولات دي ومشاء الله يعني احنا يا جماعة شنطة ملينا بره والله احنا ممكن نملك الستوديو بس احنا يعني يعني مفيش مكان حقيقا نحط ولكن يعني البطولات اكتهد وتعب واخلص هيكون دل نتيجة يعني يعني وهتيجي على نفسك في حاجات يعني طبعا دي اللقطات يا مصطفى من كابتن كابتن محمود الخطيف تكريم كابتن محمود الخطيف في نادي قليل يفور عودتك مباشرة من بطولة الجونة والتمانية العظام ويعني بالي عليك الساعة برده مصطفى حاجة شياكة وكابت خاد العودي مدير نشاط رياضي كابتن مرتاجي يعني والمركز الإعلامي مستنيك وأستاذ طريق انديل أحد الدعمين الكبار طبعا للألعاب الأخرى كابتن مرتاجي والأستاذ العمري فاروق طب ده بيدي لك دافع مصطفى لا طبعا لا يعني لحظات اللي هو أسطورة كابتن حمود الخطيف دبعا يعني يعني يمكن أن الكاس اللي أنا شايله ده يعني نصر أهلاوي يعني نصر أهلاوي يعني حاجة بص فخر جميل جدا هي دي روح ما بين النادي كلنا كأسرة واحدة منظومة واحدة انت ما ترجع من بطولة زي دي وتلاقي نادي الأهلي ورئيسه الأسطورة الكبير كابتن محمود الخطيب يكرمك وحسس بالإنجاز اللي أنت عملته طبعا الدنيا بتختلف خالص وانت مطالب خلي بالك بمزيد يعني كابتن محمود الخطيب دايما يقول لك أنت خدت البطولة بقت ماضي خلاص نادي الأهلي فده يعني في حد ذاته محمود الخطيب تتكرم معي وسلم مجلس وبعده جاء تكريم وزير الشباب الرياضة كمان دكتور أشوف صبت يعني برضو الدولة المصرية ممثلة في وزيرها بتكرمك فدي برضو حاجة أكيد وعلى فكرة التكريم ده مش ليك برضو يا مصطفى بس الجهازك كله والدك والدي الأهلي فده يعني في حد ذاته هل أنت أسعد واحد يا كابتن محمود أكيد أسعد يعني أسعد أنا لما مصطفى بيكسب أعرف ان باللوقت كأن أنا اللي كسبت إعافة كابتن أحسس في عينيك بالعرف بتتكلم عن أخوك بتتكلم عن ابنك يعني أنا حاسس أن أنت مش مدربك أنا أتكلم عليك أنت في عينيك كنها يعني مشاعر وإحساس أنت مش بتشتغل عشان بتشتغل معاها أنت مش بتشتغل عشان حابب حابب مصطفى وشايف فيه ان هو يستحق كتير يعني طب قولي يعني انت كمدرب شايف اكتر حاجة تميز مصطفئي اللي ما شفتهاش في اي حد تاج يعني فيه حاجات بيشترك فيها الابطال كلهم ولكن فيه حاجة بيتميز لا الاسفرت يعني هو عنده روح اه روح ده بيحب يعني يعني بيحب يطلع كل اللي عنده يعني الاسكواش بتاعه مختلف عن النظم اللعيبة التعنيها بيحب الجمهور يعني دي حاجة مش موجودة اصلا في الاسكواش انا كان نفسي يبقى كده يعني انا بشجعه على كده ان هو لازم يبقى كده لعلمك انا عارف تبقى السر فين هنا انت شايف مصطفى ان انت كنت عايز تبقى كده فانت بتطلع كل اللي جواك مع مصطفى كأنك بتدين نفسك برافو وده سبب الروح الجميلة لا عشان انا بحب مصطفى يعني انا من فترة كبيرة قوي من ساعة ما مسكت مصطفى لا انا قبل ما امسك مصطفى اصلا انا بحبه يعني كنت كان بيتمرم مع حد تاني وكنت بقعد اتكلم معي اقول له لا كان ساعتها كاملت مرة مع حموسني فعل حبيبك وصعمك برضو شائك التاني شائك التاني اه بالضبط فكنت بقى كبت محمد عباس برضو في احنا كلنا اوه اوه لا اوه فاميلي واحدة يعني كلها عائلة واحدة طبعا وده سبب الروح يا كبت المحمود ذا لا اتكلم هذا النتيجة هذا النتيجة يعني يا الله يعني الروح دي جي من الهام كبت الناصر ظهران وهي موجودة انا صراحة انا كنادي انادا مكانش عندي مكتش في الروح دي مكتش موجودة كنت مخش النادي مش عايزة اخش النادي عربي اروا لا انا دخلت النادي انا النادي الأديم سراحة متشوط صريح برضو اللي هو انا مش عايز مع كل طبعا الاحترام والتراجيل بس انت بتتكلم على روح أو احساسك انت نمى كل التقدير والاحترام من النادي انت نفسك مش احسس حسيت نفسك في نادي الاحترام لا حسيت نفسك كل حاجة طيب احنا كابتن محمود بنشكرك شكرا جزيرا يمكن هنطلع للفاصل عشان طبعا والد ووالدة محمود ينضموننا في الستوديو احنا كنا نتمنى طبعا نبقى كلنا مع بعض بس لأسف حسيت حكمنا بنشكرك يا كابتن وانت جوبتلي على أسئلة كثيرة كتيرا كاتت تطور في ذهننا يعني وبشكرك شكرا جزيرا بس انت هتنتظرنا لان احنا في الاخر عامين مفاجئة ليكم كلكم شكرا كابتن عيسم وانت لك كل التوفيق بشكر ريزاة من الاهلي وكابتن محمود الخطيب على التكريم حسن مصطفى ووعدكم ان شاء الله ان في مزيد من الانجازات والسنة الجاية ان شاء الله نبقى رقم واحد على العالم حلقة اللي فاتت لما كنت معاك انا قلتلك ان شاء الله هنبقى في اول اربعة وان شاء الله السنة الجاية وعدكم ان شاء الله هنبقى رقم واحد على العالم شكرا جدا يا كابتن شكرا عزيزي المشاهدين هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هيكون معنا الاستاذ محمود عسل والد مصطفى وايضا الاستاذة مونة متحة والدة مصطفى عشان نعرف ناشئته ولكن بعد الفاصل